أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه نبدأ بتفسير سورة الممتحنة ويصح سورة الممتحنة فإن قلنا سورة الممتحنة بالكسر فالمراد السورة وإن قلنا بالفتح الممتحنة فالمراد فهو إضافة إلى المرأة التي نزلت فيها الممتحنة نزلت في الآيات الأخيرة إذن يصح أن تقول سورة الممتحنة وسورة الممتحنة هذه السورة أيها الأخوة تعالج مشكلة الأواصر القريبة والعصبيات الصغيرة وحرص النفوس على مألوفاتها الموروثة لتخرج من هذا النطاق الضيِّق إلى سعة الإسلام وأفقه فتنشأ النفوس في سورة جديدة تحمل قيم جديدة وموازين جديدة ذلك أن قصة أو سبب هذه السورة أن حاطب ابن أبي بيالتعى رضي الله عنه من أفاضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرًا من المهاجرين هاجر وكان له بمكة مال وأولاد ولم يكن من أهل قريح من أنفسهم بل كان حليفًا لهم فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة حينما نقض أهلها العهد في الصلح الحديبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهز لغزوهم وقال اللهم عمّ عليهم خبرنا حينها تذكر حاطب أولاده وماله فضعف لأنه بشر فأرسل لقريح يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على غزوهم ليتخذ يدًا يدًا عندهم لكن أطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بعمل حاطب قبل أن يصل إلى كفاة قريش لأنه أرسلها مع امرأة أرسل مكتوبًا مع امرأة وهذه المرأة اسمها سارة مولاة بن ياشم كما جاء في بعض الروايات ذهب إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير وأتوا بها فنزلت هذه الآية في قصة حاطب بن أبي بلتع فلما نزلت هذه الآية شدَّ ذلك على عمر كيف كيف يقدم أهله وماله ونحن الذين تركنا الأهل والأموال من أجل الله عز وجل ويخبر قريش فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق وقوله هذا المنافق لأن العمل الذي عمله هو صورة نفاق لأن عمر هل يطلع على قلب حاطب؟ لم يطلع على قلب حاطب فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدراً وما يدريك يقصد عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذه خلاصة هذه القصة وهي قصة طويلة مروية في البخاري ومسلم وفي السيار ومذكورة في كتب التفسير فإذن هذه السورة هي تعالج هذه القضية هذا يعني الذي جعل حاطب بن أبي بلتعة يفعل هذا الفعل ما هو هو التفكير الضيق بمصير أولاده لكن هل مصير أولادك يقابل بمصير هذا الدين وفتح مكة لأن فتح مكة معناه شيء عظيم جداً أن تفتح مكة كلها فترجع أموال كل المهاجرين وأموال الأنصار أموال كل من هاجر يعني تفتح البلد الذي طردك منه أليس هذا علامة النصر والعزة هل يقارن بأن أولادك ولا دارك ولا مالك فهذه السورة أرادت أن تعالج هذه القضية ولذلك قال القرطبي رحمه الله هذه السورة هذه السورة أصل في النهي عموالات الكفار أصل في النهي عموالات الكفار قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم العدو اسم يقع للجمع والمفرد والمراد به هنا كفار قريش وأضاف سبحانه وتعالى العدو إلى نفسه فقال عدوي تعظيماً لجرمهم تعظيماً لجرمهم فإنهم بمحاربتهم لنبي الله صلى الله عليه وسلم اكتسبوا صفة العداوة لله عز وجل فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تُلقون إليهم بالمودة يعني بالظاهر لأن قلب حاطب كان سليماً ولذلك التعبير حتى القرآن يشهد لحاطب بسلامة قلبه قال تُلقون إليهم بالمودة يعني بالظاهر بدليل أنه جاء في بعض الروايات أن حاطب لما اعتذر من النبي صلى الله أنه أراد أن يكون له يد وأنه ليس أنه حليف لقريش قال أما صاحبكم فقد صدق وفي هذا نص على سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده أما صاحبكم أي حاطب فقد صدق تُلقون إليهم بالمودة كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم وفي هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن فعل هذا الفعل وجاء في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطان مبين فالآيات متضافرة لتقرير هذا الأمر يا أخواني يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ هذا مع ما قبله تهييج للمؤمنين على عداوتهم وعدم موالاتهم لأنه هم الذين أخرجوكم من تلك الديار هم الذين عذَّبوكم هم الذين آذَوكم يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ولم يُخْرِجُوكُمْ إلا بذنبٍ واحد فقط أن تُؤمنوا بالله ربكم أي لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب العالمين كما قال سبحانه وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وكما قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي وهذا كذلك يعني إن كنتم فعلاً خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ أي إن كنتم كذلك فلا تفعلوا إن كنتم خرجتم مجاهدين فلا تفعلوا هذا الفعل أبداً تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ يعني تفعلون ذلك سرًّا لتكسبوا عندهم يدًا وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم أي الله سبحانه وتعالى أي أنا عالمٌ بالسرائر والضمائر والضواهر ثم ختم الآية بقوله وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ يفعله الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى الاتخاذ المذكور إلى الاتخاذ المذكور وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السواء هو الوسط وذلك لأنه تتساوى نسبته إلى أطراف الشيء والسبيل هنا شرع الله عز وجل ودينه إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ يَثْقَفُوكُمْ أَنْ يَظْهَرُوا بِكُمْ وَيَتَمَكَّنُوا مِنْكُمْ يَظْهَرُوا بِكُمْ وَيَتَمَكَّنُوا مِنْكُمْ وَقِيلْ إِنْ يَلْقَوكُمْ وَيُصَادِفُوكُمْ يُظْهِرُوا لَكُمْ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ والمعنى يامُتَقارِبان إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً قال ابن عطية إِنْ يَثْقَفُوكُمْ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ مُدَهَرَاتَ الْكُفَّارِ غَيْرُ نَافِعَةٍ فِي الدُّنْيَا وَأَنَّهَا ضَارَّةٍ فِي الْآخِرَةِ لِيُبَيِّن فَسَادَ رَأْيَ مُصَانَعَتِهِمْ أي لا يمكن أن ينفعك إذا وليت الكفار على إخوانك المؤمن لا في الدنيا ولا في الآخرة وَإِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءٍ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ بِالضَّرْبِ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالشَّتْمِ فَحَذَفَ مَا عُلِمْ أي لو قدروا عليكم لما أبقوا فيكم من أذن يانون سواء بأقوالهم أو أفعالهم وودوا لو تكفرون أي حرصوا حرصاً كبيراً على كفركم لن تنفعكم هذا رد لمن على حاطب ومن يشبه أو من يفعل فعله لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم أي قراباتكم لا تنفعكم عند الله سبحانه وتعالى إذا أراد الله بكم سوءاً ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يفصل بينكم أي يفرق بينكم فيفصل أناس إلى الجنة وأناس إلى النار وقيل يوم القيامة يفصل بينكم كقوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبأن يفر بعضكم من بعض والله سبحانه وتعالى بما تعملون بصير ثم قال سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله سبحانه وتعالى لما فرغ عن مولاة الكفار والذم لمن وقع منهم ذلك ضرب لهم إبراهيم مثلاً حينما تبرأ من قومه فقال سبحانه قد كانت لكم أي المؤمن أسوة حسنة في إبراهيم أسوة بالضم كما قرأها عاصم لوحده أسوة وبقية القراء إسوة بالكسر وهما لغتان والمعنى قدوة وإمام قال ابن عطية هذه الأسوة مفيدة في التبرِّ من الإشراك وهو مضطرد في كل مئلة وهو مضطرد في كل مئلة وفي نبينا أسوة حسنة على الإطلاق يعني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه بشيء مقيد وأسوة نبينا صلى الله عليه وسلم بشيء عام إذ قالوا لقومهم إنا بُرآء منكم أي تبرَّأنا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم أي بدينكم وطريقكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً أي قد شُرِعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دُمتم على كفركم كما قال سبحانه لكم دينكم وليا دين فهذه العداوة مُستمِرَّة وباقيها لا يرفعها شيء حتى تُؤمنوا بالله وحده إلا شيء واحد وهو إيمانكم أن نُصبح نحن وإياكم على ملة واحدة ثم قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر أننا قد كان لكم أُسوَى حَسَنَة في إبراهيم استثنى حالة واحدة من أحوال إبراهيم وهي إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيم إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيم لِأَبِيه لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ أي لكم في إبراهيم وقوم أُسوَى حَسَنَة تتأسَّونَ بِهَا كما قال الله وَمَا كَانَ إِسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيه إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهُ تَبَرَّأَ مِنْهُ أي ليس لكم أُسوَى في إبراهيم في استغفاركم للمشركين وصيلتهم هذا معنى الآية إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنَّ لك وَمَا أَمْلُكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ أي أن إبراهيم ليس لكم في هذا الحال أُسوَى فلا تستغفروا للمشركين أو لآبائكم وأقاربكم لأن إبراهيم إنما استغفر لأبيه لأنه وعدها إياه وهل استمرَّ في استغفاره؟ كلا وإنما لما تبَيَّن له تبرَّأ منه ثم قال سبحانه وتعالى رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ أي توكلنا عليك في جميع الأمور وسلمنا إليك أمورنا وفوَّضناها إليك وإليك المصير أي المعاد في الدار الآخرة رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا للمُفسِّرين في معناها قولان القول الأول أي لا تُعَذِّبْنَا بأيديهم ولا بعذابٍ من عندك فيقولوا لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا هذا القول الأول في معنى الفتنة رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةٍ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أي رَبَّنَا لَا تُعَذِّبْنَا بأيديهم ولا بعذابٍ من عندك فيقول لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا وقال قتادة معناها لا تُظهِرْهُم علينا فيفتتِنُوا بذلك يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحقٍّ هم عليه واختار هذا ابن جرير اختار قول قتادة ابن جرير رحمه الله وتعقَّبه ابن عطية بقوله أن الأول أصح إذ أنهم دعوا لأنفسهم وعلى قول قتادة إنما دعوا للكفار إنما دعوا للكفار واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم أي استر ذنوبنا عن غيرك وعف عنها فيما بيننا وبينك إنك أنت العزيز الحكيم الذي لا يُضام من لا ذا بجنابك الحكيم في أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك ثم قال سبحانه لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تأكيدٌ لما تقدَّم ومُستثنى منه ما تقدَّم أيضاً تأكيدٌ لما تقدَّم من الأسوة وتأكيدٌ لما استُثْنِي من هذه الأسوة لأن هذه الأسوة المُثبتة ها هنا هي الأولى بعينها قوله لقد كان لكم فيهم أسوة هي نفسها قد كان لكم أسوةٌ حسنةٌ في إبراهيم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر هذا تهييج وحث أي إنما يفعل ويجعل هؤلاء أسوة لهم فلا يوالوا الكفار ولو كانوا أقاربهم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولَّى أي عما أمر الله به فإن الله سبحانه وتعالى هو الغني عنك الغني عن عبادتك الغبي عن إسلامك عن إيمانك سبحانه وتعالى كما قال إن تكفروا فإن الله غنيٌ عنكم إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغنيٌ حميد والحميد أي المستحمد إلى خلقه أي هو المحمود في جميع أفعاله وأقواله ثم قال سبحانه وتعالى عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةِ لما أمر الله سبحانه وتعالى بمعادات الكفار قال سبحانه عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةِ أي محبةً بعد البغضاء ومودةً بعد النفرة وألفةً بعد الفرقة والله قديرٌ على جمع هذه الأشياء المُتَضَادَّةِ في قُلُوبِكُمْ وقد كان ذلك متى كان يا أخواني؟ بعد فتح مكة لما قال عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةِ قد كان ذلك ولذلك قال ابن عباس عَسَى من الله واجِبَة أي واقع حتماً وذلك حصل بإسلامهم يوم فتح مكة وصار الجميع إخوانًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةِ والله قدير بالجمع بين هذه الأشياء المُتَنَافِرة وأن يجعل هؤلاء تلك القلوب التي عادتكم وحاربتكم يكون لكم إخوانًا كما لأنه سبحانه وتعالى غفورٌ رحيم يغفر لهم حينما يؤمنون ويفرح بتوبة عبده حينما يتوب ويفرح بتوبة عبده حينما يتوب ثم قال الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما ينبغي للمؤمنين من معادات الكفار وترك موادَّتهم فَصَّلَ الْقَوْلَ فِي مَنْ يَجُوزُ بِرَّهُ وَمَنْ لَا يَجُوزُ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين كالنساء والضعفة منهم النساء والضعفة والذين لم يقاتلوا من الكفار لا ينهاكم الله عز وجل عن برهم والإحسان إليهم وهذا هو القول الراجح في معنى الآية وهناك قول آخر للمفسرين أراد المؤمنين من أهل مكة الذين آمنوا ولم يهاجروا الذين آمنوا ولم يهاجروا فهو لم يتكلم عن الكفار لأن هنا قال لم يذكر هناك كفرا وإنما قال لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم يعني بعض المفسرين يرى أنها في الذين آمنوا ولم يهاجروا إذ أنهم لم يقاتلوكم ولم يعادوكم وقيل من أهل مكة وغيرهم الذين لم يهاجروا وقيل أراد المستضعفين المؤمنين الذين لم يستطيعوا الهجرة والراجح يا أخواني أن المراد به الكفار الذين لم يعادوكم الضعف منهم النساء والأطفال فهؤلاء لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم ولم يحرِّضوا على قتالكم وقد قيل إن هذه الآية منسوخة بآية السيف والصحيح أنها محكمة وليست منسوخة وأنها باقية فكل كافر لم يقاتل المؤمنين ولم يخرج من الديار ولم يؤذي من ضعفتهم من نسائهم وصبيانهم كالنساء والصبيان والضعفة والذين لهم يعني كانوا في حالهم لم يظاهروا على المؤمنين فلهم هذه الآية وتقسطوا إليهم وتقسطوا إليهم أي تعدلوا والإقصاط العدل والقاء إقصاط العدل وابن العربي رحمه الله يرى أنه ليس المراد هنا لإقصاط بالعدل وإنما هو الإعطاء على وجه الصدقة لأن العدل يؤمر به المسلم مع المقاتل وغير المقاتل مع المقاتل وغير المقاتل وقد جاء في البخاري أن أسماء بن تابي بكر سألت النبي صلى الله عليه وسلم حل تصل الأمة حينما قدمت إليها وهي مشركة قدمت إليها وهي مشركة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم لأنها لم تكن ممن قاتل وكانت مشركة وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بن تابي بكر أن تصلها ثم قال الله سبحانه وتعالى مبرراً هذا الحكم معللًا له إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم أي إنما نهيناكم بسبب أنهم ناصبوكم العداوة فقاتلوكم وأخرجوكم هؤلاء هم الذين ننهى عن موالاتهم ونأمر بمعاداتهم ثم أكد الوعيد على موالات من كان هذا حاله فقال ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون وظاهروا على إخراجكم أي عاونوا على إخراجكم يعني إما أخرج أو أعانى على الإخراج أو أعانى على الإخراج ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن هذه قصة أخرى في يعني واقعة أخرى وذلك أنه قد تقدم لكم في تفسير سورة الفتح أن من شروط صلح الحديبية الذي وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش على أنه لا يأتيه رجل منهم إلا رده إلا رددته علينا إلا رددته علينا يعني بعد ما نتصالح نحن وإياك في صلح الحديبية لا يأتي رجل منا مسلما مهاجرا إلا ترده إلا ترده وهذا الشرط مجحف ولا لا هذا الشرط مجحف لكن لله عز وجل كان أقول لله فيه حكمة حيث كان هذا الشرط هو أحد أسباب فتح أحد أسباب فتح مكة فالله عز وجل هنا يقول في هذه الآياء أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن هل قال ردوهن الشرط ما هو هاي أخواني ردوهن الشرط أنه ترد ولا لا لكن هنا قال فامتحنوهن ولذلك تكون النساء مستثنات من الصلح الحديبية ولذلك يقول ابن كثير هذه الرواية تدل على أن هذه الآية مخصصة للسنة هذه الآية مخصصة للسنة يعني الأصل الذي جرت العادة أن السنة هي الذي تخصص القرآن هذه الآية خصصت السنة يقول ابن كثير رحمه الله أن هذه الآية مخصصة للسنة وهذا على القول بأن الشرط كان عاما في الرجال والنساء يعني هذا الشرط الذي في صلح الحديبية كان أن لا يأتيك منا أحد إلا رددته إلا رددته علينا ثم استثنى الله عز وجل هنا النساء فيقول لا النساء لا ترد لأن النساء ضعفات وتفتن في دينها ليس كالرجال طيب ماذا نفعل ننقض العهد لا فامتحنوهن ومن العلماء من يقول أنه ليس في الآية تخصيص وليس في الآية نسخل لأن النساء غير داخلات أصلا في الهدنة النساء أصلا غير داخلات في الهدنة وأن الآية تحكي ماذا شيئا آخر أن الاتفاق كان للرجال فحسب ولم يتعرض للنساء والأكثر على القول الأول والأكثر على القول الأول ما الفرق بين القولين يا أخواني الآية عامة في الرجال والنساء لا الصلح عام في الرجال والآية خصة القول الثاني أن هذه الآية تكلم عن حكم ابتدائي ولم تتعرض للصلح لأن أصلا النساء لم يدخل لكن أمر الله عز وجل بامتحان النساء حينما تهاجر حينما تهاجر قال الله عز وجل فامتحنوهن ما هو الامتحان؟ كيف نمتحن؟ نحط ورق أو قلم ونمتحنهن؟ ها؟ عن أركان الإسلام؟ لا إنما سؤال قال أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني أن نتثبت أنهن مؤمنات أن نتثبت أنهن مؤمنات وقال مجاهد فامتحنوهن؟ اسألوهن ما الذي جاء بهن؟ هل هن غضب على أزواجهن؟ إمكان بحدة إذا عايش غضبت على زوجها قالت هاجرت المحمد تركتك ولا لا؟ وهي ليست مؤمنة حقيقة وإنما الذي جعلها تأتي مخاصمتها لزوجها فإن كان لهذا فإنها ترجع إلى زوجها وقال بعض المفسرين يقال لها ما جاء بك إلا حب الله ورسوله؟ وما جاء بك عشق رجل منه؟ ولا فرار من زوجك؟ يعني أنها تسأل يتثبت من إيمانها الخلاصة أنه يتثبت من إيمانها وتقول عائشة إن الامتحان هو في الآية التي تليها وهو أن يعرض عليها الشروط التي في الآية التالية وهي أن من ترك السرقة والزنا والبهتان والعصيان ما الفرق بين قول عائشة وبين الأقوال المتقدمة؟ هاي يا جماعة اي صح؟ يعني الآن قلنا الامتحان أنها تشهد لا إله إلا الله عائشة تقول أنها تُمتحن بالآية التي تليها يعني هي كلها مؤدّة واحد ولا لا لكن الفرق بينها أن الأقوال السابقة تُسأل عن شيء ماضي ولا لا عن أنها ما جاء بها إلا حب الله ورسوله والشيء الثاني أن تُمتحن فيه قالها شوف أنت أتيت مؤمنة الآن لكن ترك لا تزنين لا تسرقين لا تفعلين لأنها ليست ذات زوج ستكون لوحدها فأنت أن تنتثل بأخلاق بأخلاق الإسلام بأخلاق المسلمين فإن أقرت تقول عائشة بذلك فهو امتحانها فإن أقرت بذلك فهو امتحانها قال الله سبحانه وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار فيه دليل على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا يمكن الاطلاع عليه يقينا لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم تأكيد لا هن حل لهم ولا هم يحلون أي لا هن يحلون لأزواجهم الكفار ولا ها ولا هن يحللن لهم لأن الإسلام قد فرق بينهم إما أن يسلم هذا الزوج وإلا الإسلام يفرق لا يمكن أن تكون المرأة تحت عصمة رجل تحت عصمة رجل كافر فقوله لا هن حل لهم ولهم يحلون لهم من باب التأكيد وقال بعض أهل العلم لا هن حل لهم لبيان زوال النكاح السابق لبيان زوال النكاح السابق ولا هن يحلون لهم لهم لامتناع النكاح الجديد هذا قول وكلا المعنيين واحد يعني لا هن حل لهم لبيان زوال النكاح السابق ولا هن يحلون لهم لامتناع النكاح الجديد وهذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين وقد كان جائزاً في ابدداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانت مسلمة وكان على دين قومه لكن أتت هذه الآية ففرقت بين المسلم المسلمة والكافر فرقت بين المسلمة والكافر ثم قال الله سبحانه وتعالى وَآتُوهُمَّا أَنْفَقُوا يعني أزواج المهاجرات من المشركين ادفعوا إليهم الذين غرموه عليهم من الأصدقاء يعني أنتم الآن فرقت بينهم مادام فرقت بينه وش تعطيه تقول أنت مالك إلا المهر حقك هذا المهر الذي دفعته نعطيك إياه أما هذه الأخت فمجرد أن أسلمت وهذا من عدل الإسلام ما قلنا يا الله ما لا مره ولا مال لا نقول الزوجة أسلمت تريد أن تكون زوجتك تسلم ما تريد الصداقة الذي أصدقتها ومهرها الذي أعطيتها نعطيك إياه وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِعُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أي لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَزَوَّجُوا تلك المؤمنات المهاجرات التي تركت أزواجها إذا بشرط إيش أن تعطوها صداقها أن تعطوها أن تعطوها صداقها أن تعطوها صداقها لكن بعد انقضاء العدة والولي وغير ذلك من الأحكام ليس المقصود أن تزوَّجها هكذا وإنما لا بد أن تنقضي عدتها ثم تدفع لها مهرها ما تقول والله هذه مالا أحد هنا أنا أتزوَّجك مجَّانا لا قال الله عز وجل وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ تحريم من الله عز وجل على عباد المؤمنين نِكَاحَ المُشْرِكَات والاستِمْرَار معَهُنَّ وقد قيل هذه الآية هي في عابدات الأوثان ومن لا يجوز نِكَاحَها ابتداءً وقيل هي عامة نُسِخَ منها نساء أهل الكتاب نُسِخَ منها نساء أهل الكتاب وعصم الكوافر عصم جمع عصمة وهي أسباب الصُّحبة والبقاء في الزوجية والمراد هنا عصمة عقد النِكَاح عصمة عقد النِكَاح وفي الصحيح عن مروان بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاهد كفار قريش يوم الحُديبية جاء نساءٌ من المؤمنات فأنزل الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ مُؤْمِنات مُهَاجِرَات إلى قوله وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكوافر فطلَّق عُمَر بن الخطَّاب يوم إذن امرأتين تزوَّج إحداهما معاوة بن أبي سوفيان والأخرى صفوان بن أمية قال الزُهري أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأسفل الحُديبية حين صالحهم على أنه من أتاه منهم ردَّه إليهم فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية وأمره أن يرُدَّ الصداقة إلى أزواجهن قال وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا أي طالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللَّات يَذْهَبْنَ إلى الكفار إن ذهبن يعني لو امرأة ذهبت إلى الكفار أطلبوا مهرها كما أنكم أنتم تعوِّضون وهذا من عدل الإسلام من حقكم أن تطلبون مهر تلك المرأة التي ارتدت وذهبت إلى الكفار كما أنهم من حقهم أن يُطالبوا بمهور زوجاتهم التي ذهبت إليكم ذلكم حُكم الله يحكم بينكم أي في الصلح واستثناء النساء منه فالأمر كله حُكم الله عز وجل هو الذي حَكَّم بالصُّلح وهو الذي استثنى منه النساء ثم قال سبحانه وتعالى وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا قال مُجَاهَدْ هَذِهِ فِي الْكُفَّارِ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ عَهْدِ إِذَا فَرَّتْ إِلَيْهِمْ إِمْرَأَةِ وَلَمْ يَدْفَعُوا إِلَى زَوْجِهَا شَيْئًا فَإِنْ جَاءَتْ مِنْهُمْ إِمْرَأَةً لَا يُدْفَعْ إِلَى زَوْجِهَا شَيْءٍ حَتَّى يُدْفَعَ إِلَى زَوْجِ الْذَاهِبَ إِلَيْهِمْ يعني يُسمَّى المُعامَلَة بالمثل المُعاملة بالمثل وهنا فقانون دولي لان يسمونها المُعاملة بالمثل يعني أنهم إن فاتكم شيءٌ من أزواجكم إلى الكفار هؤلاء الذين ليس لكم عندهم عهد فَعَاقَبْتُمْ يعني فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا فالعقاب هنا على بابه أي إن عاقبتم هؤلاء أي عاقبتُوهم بعدم إيش بعدم إعطائهم لأنهم لم يعطوكم لم يعطوكم وهناك معنى آخر للآية وهو يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أمر رأيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يُعطى من الغنيمة مثل ما أنفق يعني عوّض يعني إذا كان مسلم ذهت امرأته إن قال نعطيك من الغنيمة من صداق امرأتك امرأتك راحة نعطيك من الغنيمة يعني مهرة مثلها وهذا لا ينافي القول الأول لأنها أحوال أحوال ربما تذهب المرأة ولا يعطى ربما يكون صاحب عهد ربما لا يكون صاحب عهد إلى آخر الخلاصة 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 الذي تدل عليه الآية أن الله أمر بالعدل وأن يُعطى الزوج الذي يُفرَّق بينه وبين امرأته إيش ها يُعطى من المهر يُعطى من المهر منين؟ من الغنيمة وكذلك المسلم إذا فرَّت المرأة والكفار لم يعوِّضوه يُعطى كذلك يُعطى من الغنيمة قال ابن العطية فَعَاقَبْتُمْ المُعَاقَبَةْ في هذه الآية ليست معنى مُجَزَاتِ السُّوءِ بسوء والمعنى فَصِرْتُمْ مِنْهُمْ إِلَى الْحَالِ الَّتِي صَارُوا إِلَيْهَا مِنْكُمْ وَذَلِكَ بَأَنْ يَفُوتْ إِلَيْكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وهكذا هو التعقيب على الحمل والدواب أن يركب هذا عقبة وهذا عقبة هذا يدل على القول أو تأكيد للمعنى الثاني والمعنى الثاني هو الذي اختاره ابن جرير رحمة الله تبارك وتعالى عليه لكن قال ابن عطية هذه الآية كلها قد ارتفع حكمها وقال القرطبي كان هذا مخصوصاً بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة بإجماع المسلمين هذا وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد على آله وصحفي أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبداً صادقاً مؤمناً أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر